يوجد لدينا الآن دالة رابدور لحل فايل فإذا كنت تعرف تحليل عوامل N إذن إيجاد قيمة فايل العدد N سهل على سبيل المثال تحليل العوامل الأولية للعدد 77 هو 7 ضرب 11 أي 7 مضروبة في 11 إذن قيمة فايل العدد 77 تساوي 6 ضرب 10 ويساوي 60 خطوة ثالثة كيف يمكن الربط بين دالة فاي وباقي القسمة ناتج عن المعادلة حاصل قسمة رفع عدد افتراضي لقوة افتراضية تم تعميمها على عدد افتراضي آخر وللتحقيق ذلك قام كوكس باستخدام مبرهنة إيلور التي هي عبارة عن علاقة بين دالة فاي وباقي القسمة كالتالي N مرفوعة للقوة فاي N تكافئ باقي قسمة العدد 1 على N هذا يعني أنه يمكنك اختيار أي عددين لا يتشاركان عاملا مشتركا دعنا نسميهما M و N ولنفرض أن M يساوي 5 و N يساوي 8 الآن عند رفع M للقوة فاي N أي 4 والقسمة على N سيكون باقي القسمة 1 نحتاج لتعديل هذه المعادلة باستخدام قاعدتين بسيطتين أولا إذا رفعت العدد واحد للقوة K ستحصل دائما على واحد بنفس الطريقة يمكننا ضرب القوة فاي N في أي عدد K ويبقى الحل واحد ثانيا إذا ضربت العدد واحد بأي عدد لنقل M سيساوي ذلك M دائما وبنفس الطريقة يمكننا ضرب الطرف الأيسر من المعادلة بM للحصول على M في الطرف الأيمن يمكن تفسيط هذا بحيث M مرفوعة للقوة K ضرب فاي N زائد واحد هذا هو الإنجاز لدينا الآن معادلة لإيجاد D ضرب E تعتمد على قيمة فاي N لذلك من السهل حساب D فقط إذا كان تحليل N لعواملها الأولية معلوما هذا يعني أن D يجب أن تكون مفتاح إيليس الخاص إنها المعلومة المشتركة أي ترابدور والذي سيسمح لها بأن تعكس أثر أي لنقم بمثال بسيط لتحقيق كل ذلك عمليا لنفترض أن لدى بوب رسالة حولها من لغة إلى رقم صحيح عن طريق بريتوكول قابل للعكس لمسميه M ثم تقوم إيليس بتوليد مفتاحه الخاص الذي تقوم بتعميمه كالتالي أولا تقوم بتوليد عددين أولين عشوائيين لهما نفس الحجم وتضربهما معا للحصول على N وتساوي 3127 ثم تقوم بحساب قيمة فاي العدد N بسهولة لأنها تعلم التحليل الأولي للعدد N الذي يساوي 3016 بعد ذلك تختار إيليس قوة معلنة بشرط أن تكون عددا فرديا لا يشترك بأي معامل مع فاي N في هذه الحالة تختار ثلاثة يساوي E في النهاية تجد قيمة القوة الخاصة بهدي والتي تساوي في هذه الحالة إثنان مضروبة في فاي N مضافا إليها واحد مقسوم على ثلاثة ويساوي 2011 الآن تقوم بإخفاء كل القيم عداء N و E لأن كلاهما يشكلان المفتاح العلني اعتبر ذلك قفلا مفتوحا بحيث ترسله إلى بوب ليقفل رسالته به يقوم بوب بقفل رسالته بحساب M مرفوعة للقوة E مضروبة في N سمي ذلك C أي رسالتها المشفرة التي يرسلها لإليس مرة أخرى أخيرا تفك إليس رسالته مستخدمة مفتاحها الخاص T بالوصول إلى المعلومة المشتركة ترابدور IC التي تساوي D مضروبة في باقي القسم N ويساوي ذلك رسالة بوب الأصلية M لاحظ أن F أو أي شخص آخر لديه قيم N, C و E يمكنه فقط إيجاد القوة D إذا تمكن من حساب قيمة في N التي تتطلب معرفة التحليل الأولي لن إذا كانت N كبيرة بشكل كافي تستطيع إليس التيقن أن فكها سيستغرق مئات السنين حتى باستخدام أقوى شبكات الكمبيوتر تم إخفاء هذه الحيلة مباشرة بعد الإعلان عنها ومع ذلك تم إعادة اكتشافها بشكل مستقيل عام 1977 على يد رون ريفست آدي شامر وليوناردو آدليمان ولهذا السبب أصبحت تعرف اليوم بخوارزمية RSA للتشفير وهي الحروف الأولى من أسماء المكتشفين تعد خوارزمية RSA من أكثر طرق خوارزميات المفتاح المعلن استخداما في العالم وأكثر البرمجيات التي تم نسخها في التاريخ فكل مستخدم انترنت على وجه الأرض يستخدم خوارزمية RSA أو أي طريقة مختلفة أخرى سواء أدرك ذلك أو لا تعتمد قوة الخوارزمية على صعوبة التحليل للعوامل الأولية والذي هو ناتج لأسئلة عميقة حول توزيع العداد الأولية وهو سؤال ضل بلا حل طوال آلاف السنين ترجمة نانسي قنقر